موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو ودائما مع اخر اخبار واخر المستجدد اليوم الخبرنا مهم جدا هذا الخبر من برنامج وهذا البرنامج يجب علينا رسميه باليوتيوب الخاصه بالبرنامج هذا البرنامج يهتم بمواضيع جدا ساخنه وفي الحلقة الاخيرة تكلموا على جماعة اللي بغاوا يطيحوا السيد الحموشي ومن تم يطيحوا النظام المغربي هنا المقدمة دير البرنامج ديرها غير زوينة لحساب شنخرج ملسانها كتقول باللي كان واحد الاجتماع اللي هو اجتماع سري لحسب القول ديرها واللي فيه ابو بكر الجامعي اللي هو صحفي بجريدة فرنسيا ولكن من اصل المغربي فيه فؤاد عبد المومن اللي هو ناشط حقوقي فيه المعطي من منجب خالد البكري اللي هو كذلك ناشط حقوقي هذا الاجتماع سري ولحسب ما كتقول بدريا كان في المغرب بحيث قالت باللي داروا هاد الاجتماع وكذلك نشروا الصور ديالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واضفت بدريا ان هادو اجتمعوا من اجل واحد الخطة اللي توجيه نيرا ديالهم عبدالطيف الحموشي وقالت بدريا على ان المناضلين ديال فيسبوك يعتقدوا انهم في حالة قاموا باطاحة السيد الحموشي غاد يقوموا باطاحة او انهم غاد يطيحوا بالنظام المغربي وفي هاد الفيديو ديال بدريا وج هاد رسالة الابو بكر قالت له هل هو من قام برفع اصعار المحروقات وهل هو الذي تسبب في غالي المعيشة وهل هو الذي تسبب في حرق الغابات وهل الحموشي هو الذي لم يصرف اجور صحفيين في جريدة الجوغنال اغرب بطبيعة الحال الى فرنسا وتابعت بالاتفاق اللي وصفته بجماعة ديال الربعة او جماعة ديال الشلاهبية كينساج مع المخطط العدواني اللي الدولة العميقة اللي هي فرنسا واللي ما عارفينش بزيف ديال الناس باللي السيد عبدالطيف الحموشي واقف الفرنسا بحال الشوكة في الحلق واللي عنده دور كبير في الانقاد ديال فرنسا في عدة امور ارهابية واللي نقدهم من امور خاطرة واشارت الى ان فرنسا كتستهدف عبدالطيف الحموشي بعدما واجه تسريبات للاجهزة الفرنسية داخل الحدود المغربية بحزم وصرامة هنا فرنسا الاخوان عندها بزاف ديال التواصل المسخن مع المغرب فيما يتعالق يعني التأشيرات وشنو رجعتك تدير مع المغربة والتصرفات اللي رجعتك تدير مع المغربة انها كترفض التأشيرات ديال المغربة اللي عندهم الشروط المؤهلة باش ياخدوا التأشيرات بحل الاطباء بحل المهندسين بحل الستيدة طلبة فنانين هدو كاملين عندهم الشروط باش يدخلوا الاراضي الفرنسية باش ياخدوا التأشيرات ولكن فرنسا كترفض وهدي ايهانة ايهانة كبيرة للمغربة هاد الرفض ديالهم هو ضلما وعدوانا تحت انظار الحكومة ديال اخ النوش اللي كتشوف اللي المغربة كيتهنوا وما كتدير حتى شي حاجة هنا يا دوك الموظفين او دوك المهندسين كانوا عندهم مؤتمرات كان عندهم بعاتات كان عندهم يعني احياء الصهارات بحل الفنانين وكيتهنوا ما كتتقبلش لهم التأشيرة هنا اخواني اخواتي السيد الحموشي الرجل اللي كيضرب ليه الف حساب وحساب الرجل قوي الرجل مسؤول امني مغربي واللي المغربة كاملين كيحترموا مسؤول بارز وكيتكلوا عليه المغربة وكيترقس المديرية العامة لتوراب الوطني وكيترقس المديرية العامة للأمر الوطني واللي هو كذلك مستشار لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله احنا كان عرفو بلي فرنسا بينت على الحقيقة ديالها من بكري وهي كتحاول بشطة طرق انها تستهدف المملكة المغربية والرجالات الدولة واخر حاجة دارتها هي الفضيحة دير بيكاسوس الازمة الصميطة اللي كينا بابي المغرب وفرنسا واللي كشفت عليها صحيفة المانيا والاسباب ديالها الحقيقية يعني الاسباب ديال هاد الازمة يعني بدات منذ سنتين منذ اول حاجة لاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء وكذلك منذ الاتفاق التولاتي اللي كان ما بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل والمغرب هنا فرنسا بينات على الانياب ديالها وبينات على المخطط ديالها وبينات على الحقد ديالها للمملكة المغربية وكتهاجم المغرب عبر القنوات ديالها الغير الدبلوماسية والحقيقة اللي بنت بلي فرنسا كتبتز المغرب قصدا دفعه اتخاذ قرارات اللي كتخدم المصالح ديالها الاقتصادية وهي كتعرف مزيلا بلي المغرب عنده ارادة واضحة في تنوع الشركاء دياله الاستراتيجيين والاتجاه دياله او الخيارات دياله بعيدا عن الخيار الفرنسا وهذا الشي اللي خلع فرنسا وهذا الشي اللي غاد يحيد فرنسا من المكان ديالها واللي كتعتبر باريس الخروج للمغرب عن طاعتها ووصايتها هنا خاص فرنسا تعرف ان المغرب ديال الامس ليس هو مغرب اليوم ما بقىش المغرب كيقبل غموض المغرب كيبغي المواقف تابتة ما بغيش المواقف الرمضية والمغرب واضح جدا المغرب رجع عنده خيارات واسعة خيارات جديدة بحال العلاقة دياله مع الولايات المتحدة الامريكية العلاقة دياله مع اسرائيل علاقة دياله مع المانيا اسبانيا هاد الدول بينو الوضوح هاد الدول حيدو الضبابية اما فرنسا فما زالت كتش دلسها من الوسط يعني هي بغي يتحافظ على المصالح ديالها مع المغرب وفي نفس الوقت بغي يتحافظ على المصالح ديالها مع الجازائر ولكن هاد شيرها غير ممكن فرنسا خصصها تعطي موقف ثابت يا معنا يا ضدنا وكننا لاحظوا مؤخرا باللي فرنسا رجعت كتتمشبوح الواتيرة السريعة باش تدفع المغرب للتوقف على الخيارات دياله الجديدة مع الشركاء الجدد فرنسا ما بغاش تنسى انها كانت مستعمر سابق فرنسا لحد الان ما زال ما بغاش تستوعب باللي المغرب عنده سيادة دياله بعيدا على الادوار اللي كتجي في واحد الاطار غير مرغوف فيه فرنسا كتبغي المغرب يتشاور معها في الكبيرة وفي الصغيرة ولكن هاد شي غير ممكن وهاد شي ما يقبلوش لي على المغرب لان المغرب عنده مؤسسة دياله والمغرب عنده السيادة دياله واليوم كنشوفو المغرب راه بده في اول خطوة باش يبين الفرنسا باللي مغرب الامس ليس هو مغرب اليوم اليوم المغرب كي يطالب فرنسا انها ترد الفلوس لقاع هادو اللي تفعوا التأشيرات او تفعوا الملفات ديال التأشيرات وترفضوا ليهم عن طريق الجامعة العربية لحقوق المستهلك اللي بعتد لهم واحد الرسالة للصفارة الفرنسية بالريبات كتقول لهم فهذا الرسالة خذكم ترجعوا الفلوس للناس او لأصحاب التأشيرات لترفضوا ليهم التأشيرات ديالهم وهاد المبلغ يتراوحة الالف درهم يعني هاد الاموال كيمشوا الخزينة العامة الفرنسية اذا منحق المغرب انه يطالب بهذا الفلوس يرجعوا لاصحابهم وهدي مطالبة مشروعة اخواني اخواتي نكتفي بهذا القادر كنتمنى انكم تدعموا هذه القناة باللايك بالبرتاج وكذلك الاشتراك دمتم في رعاية الله شكرا لحسن المتابعة شكرا لحضور ديالكم الدائم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته